السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء في المحاضرة الفيديوية الخامسة من الكورس الأول لطلاب الهندسة الكيميائية المرحلة الثانية في هذه المحاضرة سوف ندرس موضوع الـ Polynomials in MATLAB المشرف العلمي مدرس دكتور عمان محمد عريب متعددة الحدود Polynomials أو ما تسمى بمتعددة الحدود أو كثيرة الحدود هي عبارة جبرية يتكون من واحد أو أكثر من المعاملات والمتغيرات يتم بناءها باستخدام الجمع والطرح والضرب والأسس الصحيحة وليست الأسس الكسرية فمثلا إذا شفنا المعادلة الآتية اللي هي X تربيع ناقصاً X على 4 زائداً 7 هذه تعتبر هي متعددة الحدود من الدرجة الثانية بينما إذا شفنا X تربيع ناقصاً 4 على X زائداً 7X للأسس 3 على 2 تعتبر هي معادلة غير متعددة الحدود ليش غير متعددة الحدود؟ لكن لماذا؟ السبب الأول هو بالقسم على ناقص 4 على X والسبب الثاني هي تحتوي على أس صحيح أو صغير صحيح اللي هو 3 على 2 يتعامل برنامج الماتلاب مع موضوع البولينوميالز بكل بساطة وسهولة ولكنه يعتمد على بعض القواعد المهمة التي يجب أن نأخذها بنظر الاعتبار فمثلاً إذا أتنا أي بولينوميالز مثل هاي اللي أمامنا اللي تم تضليلها فيجب علينا أن نحاول بالبداية نقرأ البولينوميالز ونشوفها هل هي مرتبة بصورة صحيحة من الأعلى إلى الأسفل أقصد الترتيب بصورة صحيحة من الأعلى إلى الأسفل يعني نستحن ذا نباوة X أس أربعة هناك X أس ثلاثة X أس أثنين هناك X فمعناتها هذا الترتيب هي صحيحة من الأعلى إلى الأسفل في حالة إذا أتت بولينوميالز مختلفة الترتيب في بداية X تربيع وبعدين X أس ثلاثة وبعدين X أس واحد فلازم نسوي عملية سورتينج على أساس الأسس بعد التأكد من أن البولينوميالز لتأقى المعطات تم ترتيبها من أعلى أس إلى أقل أس يتم تمثيلها بالمثلاب بكل بساطة فمثلا إذا فرضنا نفرض أن متغير اسم P يساوي أفتح قوس وأسد دم المجموعة هذه القوس أخلي بمعاملات الخاصة بهذه البولينوميالز تعني شنو؟ أخلي مثلا معامل X أس أربعة هو واحد معامل X أس ثلاثة هو ثلاثة معامل X أس ثنين هو ناقص مستعش معامل X واحد هو ناقص أثنين وأخيرا أخلي العدد الصحيح اللي هو التسعة زين بعد ذلك هذا يعتبر التمثيل الأساسي بالمثلاب اللي على أساسه نحن نبدأ العمليات الرياضية إذا كان هذا التمثيل الصحيح فإن بقية العمليات الرياضية اللي نقوم بها بالنسبة للبولينوميالز راح تكون صحيحة إذن الشغلة الأساسية اللي لازم نخليها ببالنا هو ترتيب الأسس من الأعلى إلى الأسفل هذا هو مفتاح حل يعني أي موضوع أو أي مسألة تجينا بالماثلاب بالنسبة إلى موضوع البولينوميالز فمثلا إذا أتى بالسؤال مثلا Y 8 X أس أربعة زائد واحد مثلا ما موجود أمامكم هذا معناتها أريد أن أمثلها بين البولينوميالز لازم أنتبه إلى الخطوات الآتية مثلا الثاني عندي P يساوي أفتح قاوس هو سدة بدل الأكس أس أربعة يعني معامل الأكس أس أربعة هو واحد معامل الأكس أس ثلاثة هو صفر أحبتم كان صفر معامل الأكس أس ثلاثة هو صفر معامل الأكس أس واحد هو صفر وأخيرا نحن نخذي إلى حد عدد الصحيح اللي هو الواحد فلذلك إذا أنتبه بدل عن كل متغير ما موجود أضع بدل عنه صفر بعد ما أخذنا نظرة بسيطة عن الـPolynomials وشلون المتلاب تم تمثيلها به نحن ناخذ الموضوع الأول في محاضرتنا لهاليوم هو كيفية احتساب الـRoot الخاص بالـPolynomials ناخذ لتوضيح هذا الموضوع هو عن طريق المثال الآتي تشوفون هاي الـPolynomials اللي تم تطليلها اللي هي XO4 6X تكعيب زائد 7X تربيع ناقصا 6X ناقصا 8 هاي أول شي لازم نعرف كيف نمثلها بالـMathlab التمثيل هو كالآتي P يساوي أفتح قاوس أسدة معامل الـX مرتبة بصورة صحيحة نعم مرتبة بصورة صحيحة معامل الـX XO4 هو واحد 6X7 ناقص 6 وأخيرا ناقص 8 هاي الحالة تم تمثيلها بصورة صحيحة بـMathlab نجي علي من على الخطوة المهمة الثانية هو احتساب الـRoot احتساب الـRoot هو كل ما هو هناك أستخدم الإعازة الـRT الإعازة هو شنوي؟ كل ما هناك أقول مثلا R الـR هو متغير أنا أقدر أستخدم أي متغير مطلوب من عندي أكتب ROOTS ROOTS مثل ما موجودة أمامكم وراها أفتح قوس والسدة وأستخدم المتغير اللي يعني بنية بالـDala بهاي الحالة بس مجرد ما أدوس Enter راح يطلع لي الـR هو يمثل لي الـRoot الخاص بهاي الـPolynom من الممكن أن أحل أي Polynomials بخطوة واحدة يعني بدل ما أنطل أن نحولها إلما إلى الـVectors الخاص بالـPolynomials وبعد ذلك نستدعي الـVectors بدال سمها ROOTS فنفس الحالة بنسبة نقدر نختصرها بخطوة واحدة هذا هاي الـPolynomials اللي أمامكم كل ما هنالك راح أجي أكتب الـROOTS يعني الـR يساوي الـROOTS المدلي الـ1 3 ناقص 15 ناقص 2 9 اللي هي الـVectors اللي يمثل لي الـPolynomials فبدل ما أكتب هذا الـVectors أسميه التسمية بعد ذلك أستدعي هاي التسمية مجرد ما أقدر استدعي هاي الطريقة راح بخطوة واحدة يطلع لي الـROOTS الخاص به هاي الـPolynomials النتائج اللي راح تطلع لي مهما كانت معقدة أو مهما كانت صعبة هاي هذا الموضوع ما يهمني اللي يهمني هو شنو اللي يهمني هو طريقة كتابتنا لـ الـ COMMAND اللي هو خاص بـROOTS وإنما اللي راح يظهر لي مثلا هاي طلع عندي أمامكم أعداد تخيلية أو complex number فهذا الموضوع احتسابه راح يتم تعالما على برنامج MATLAB وإنما أنا المطلوب عندي اللي راح تتقيم عليه هو طريقة كتابتنا للـ Vectors كتابتنا للـ Roots أو commands اللي يستخدم لاستخراج الجنر فمثلا إذا كان الـ Roots يعني إذا كان الـ Polynomials الخاصة إذا كان الـ Vector الخاص بالـ Polynomials المعطاة هي بهالشكل هذا فهذا معناتها وردت أطبق عليه دالة Roots فمجرد ما أقول مثلا R يساوي من Roots P أدوس Enter أطلع عندي Complex Numbers هاي الأعداد إذا أريد أحسبها بصورة يدوية راح تطلب من عندي وقت وجهد كبير فلذلك تم احتسابها بكل سهولة وكل سرعة بـ MATLAB باستخدام الإعاز البسيط اللي هو أمامكم R يساوي Roots P الموضوع الآخر اللي نحن ناخده بمحاضرتنا الهاليوم هو Polyval الهاليوم هو إعاز يستخدم لحساب قيمة الدالة بدون أن نكتب الدالة فقط يعتمد على الثوابط اللي خاصة بالدالة هذا التعريف الأساسي مان من ما للبوليفال يعني شنو هاي عندي مثلا هاي الدالة اللي أمامنا من الممكن أن أحسب قيمة هاي الدالة زين قيمة الدالة المقصود بها الواي قيمة هاي الدالة بالاعتماد عليمن على إعاز اسمه الـ Polyval فمثلا نسحنا الدالة اللي أمامنا مثلا Xوس4 زادا 6X تكعيب زادا 7X تربيع أول شي شا سوي نحول هاي المن بالماتلاب إلى صيغة Vector شنو رح يكون عمالة تحويلها بالماتلاب إلى صيغة Vector أخذنا معامل Xوس4 الـ 6 الـ 7 ناقص 6 اللي هي معامل Xوس1 وأخير شي حطينا اللي هي 8 لا مو 8 وإنما ناقص 8 لازم أنتبه الطلاب تخلون المعامل هو والإشارة مالتب بعد ما كتبنا هذا الـ Vector خلي خلي فارزة ممخوطة أكتب إعاز الـ Polyval إعاز الـ Polyval هو كيف نكتب بهذا الشكل هذا مجرد يساوي الـ Polyval للـ P P من Y هذا P هو Vector الخاص ومعنا X معناتها القيمة اللي يدخليها بهذا الفكتر قيمة X اللي يدخليها بهذا الفكتر عند حصل Y المقابلة لها إذا ندوس Enter و جرد ما دوسنا Enter سيطلع لي Output Multi اللي هو Y يساوي 280 هذه قيمة الدالة في حالة إذا دخلنا لهاي الدالة X 32 إذا أخذنا مثلاً X بهذه المرة أخذناه 2 فإنما سيصبح قيمة الدالة تختلف سيصبح قيمة الدالة 72 إذا أخذنا X 1 سيختلف سيكون X 0 إذا أخذنا X 4 فإنما سيختلف سيصبح قيمة الدالة هي 720 إذا كم مرة نفذت البولي فال نفذتها لحدود 4 مرات إذا أخذت هذه العملية أقول X هو عبارة عن من 1 إلى 4 هذه الأربع قيمة يعني 1 إلى 2 إلى 3 إلى 4 فنفذ لي الإعاز قولي فال باستخدام بدل الأربعة أكتب X فإذا ما سيصبح 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 في هذا الشكل سيصبح قيمة Y هي 4 قيمة القيمة الأولى الخاصة بالواحد القيمة الثانية الخاصة بالاثنين القيمة الثالثة الخاصة بالثلاثة وأخيراً القيمة الخاصة بالأربعة بنتي على موضوع الأخير من محاضرتنا اليوم هو احتساب معاملات البولينوميالز التي تطابق الباستفتنج هاي العملية تمت عن طريق إعاز اسمه البوليفيت البوليفيت هو إعاز أو كوماند خاص بإحتساب معاملات البولينوميالز التي تطابق الباستفتنج أفضل مطابقة للبيانات المعطاة يعني ويا من ويا الجيفين ديت الصيغة العامة لهذا يعني هذا الكماند هو عن طريق شنوي عن طريق نكتب بهالبساطة عدي بيانات الـ X هذا مثلاً إذا أخذنا هذا المثال الأمامنا X هي Vector اللي أمامكم بسم الله هذا الـ X ال-Y هذا ال Vector الثاني ما للبيانات يعني هاي عدي أنا أول شيء أغذي البرنامج مالتي ببيانات X وبيانات Y وراها استخدم هو إحنا مقلنا حساب معاملات البولينوميالز يعني أنا هاي الداتا اللي عندي هي اللي هي الـ X و الـ Y إذا أعرف المعاملات الخاصة بيها إذا أعرف هاي الدلة اللي تمثلها فلذلك لازم أمثلها على شكل بولينوميالز شلون أمثلها على شكل بولينوميالز عن طريق إعاز اسمه البوليفيت هذا البوليفيت شي يحتاج الصيغة العامة مالهذا الإعاز هو أن أكتب البوليفيت وراها أدخل القيمة الـ X وراها أدخل القيمة الـ Y وراها أقول للدرجة اللي أنا أريدها مالي البولينوميالز فإذا ما سيحدث مثلا سيحدث مثلا مثل كويفيشنط الخاصة بنا سيكون بهالشكل كويفيشنط يسمون البوليفيت المنمى الـ X و Y و الثلاثة الثلاثة هي ما تمثلي؟ تمثلي الدرجة البولينوميالز يعني هاي من يا درجة من الدرجة الثالثة إذا قلت ل سيصبح ما يقبط لك انتبة فش رح يصير عندي؟ رح يصير هاي البولينوميالز من الدرجة الثالثة إذا قلت لي أريد البولينوميالز من الدرجة الثانية فشár يصير رح يصير البولينوميالز من الدرجة الثانية هاي مثل ما نشوف هاي الـ 96 يعني معناتها شنو؟ شكرا تلاحظون إذا من الدرجة الثانية فإلتصل عندي ein تائج مالتي كويفيشنط مالتي ثلاثة بينما إذا من الدرجة الثالثة كانت الكويفيشنت مالتي أربعة إذا نجي عني من الدرجة الخامسة مثلا قلنا من الدرجة الخامسة راح يطلع عندي المفروض الكويفيشنت هو ستة وفعلا هي طلعة تتقيم واحد اثنيا ثلاثة أربعة خمسة ستة وبهاي الحالة راح يكون كل من نزيد الكويفيشنت راح يكون النتائج مالتني أو المحاكات الملي القيم إلى الدالة الأصلية اللي يتمثل هاي القيم راح تكون بصورة أدق إذا ناخذ المثال الآتي exercise 2 fit the following data describing the accumulations of a over time to second order polynomials and then by using the polynomials to predict accumulations at 50 hours يعني راح يطلعنا جدول كالآتي بـ times يمثل واحد ثلاثة خمسة سبعة ثمانية عشرة والماث القيم مالتك كمان أمامكم المطلوب من عندي أن أسوي fitting the high data المنطلوب من عندي أن أسوي fitting the high data المنطلوب من الى polynomials القريبة من عندها ورما أسوي fitting the high data أسوي عملية predict هاي الخطوة الثانية المنطلوب من الـ accumulations at 50 hours إذا بالمرحلة الأولى أدخل الجدول الآتي دخلت الـ M ودخلت الـ T كتبتهم بالماثلاب بعد ما دخلتهم انخزنت بالحاسبة هاي صانت عندي الـ data إذا عملية fit the following data لما نقال fit the following data معناتها أنا أول شد الـ data دخلتها بعد ما دخلت الـ data شا سوي أسوي عملية fitting fit the following data يعني معناتها استخدم إعاز polyfit الـ polyfit يكتب بهذه الطريقة طلابنا الأعزاء مثل ما تعلمنا قبل قليل اللي هو سوف نكبرها مزيلا الـ coefficient يساوي إنا polyfit مما المما للـ time والـ M عندي أنا إيش قايل لي؟ قايل لي second order polynomials كلمة second order polynomials يعني معناتها أكتب هنا أكتب رقم 2 إذا قل لي third order polynomials أكتب ثلاثة fourth أكتب fourth وهكذا كتبت الـ polyfit عنا بدا سوي fitting لـ high data من المن المن الـ polynomials وراها دخلت المتغيرات multi اللي هي time وراها تيت الـ 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 وعنا بدا حصل على الـ coefficient جزيلا فهيسا حصلت على الـ coefficient الخاصة بالبولينوميار اللي هي الأوردار مالتها اشجد اثنين نرى احنا بنسبة لنا طلعت هنا ثلاث قيم يعني معناتها اذا هي من الدرجة الثانية هذا الشطر الاول بمن يعني مثل نقول بسؤالنا الهاليوم او هذا الاكسرسايز اللي هي المعطى نيجي علي من على الشطر الثاني اللي هو شنوه اللي هو التجمل الهاليوم هذا الموضوع لازم شيسوي اروح على الصيغة يعني وراء ما حصلت على النتائج مالتي اللي اني حصلتها ببوليفت سويت عملية فيتنق الهايه الديتا المن اللي مثلما نقول اقرب احصلت عليه من على الكو افشينت مالتي الخاصة بيه أبني إذن أنا بها الشطر الثاني من هذا السؤال أسوي عملية تخمين لقيمة الدالة في حالة إذا كانت المدخلات ماتية هي 15 أور شلون هاي رح تتم هاي العملية التم عملية هاي عن طريق إعاز اللي هو أخذناه سابقا اللي هو بوليفال فاش رح يصير عندي رح يكون كالآتي أقول له MAPRED هذا نجعل المتغير يساوي البوليفال مال من مال الكويفيشينت الكويفيشينت مين جبناه من الخطوة السابقة اللي هي عن طريق احتساب المعاملات مال من مال الأكس والواي وحولناها إلى كويفيشينت المستعش المدخلة اللي هو باعتبار قيمة الأكس اللي أنا أي القيمة المقابلة لها أسعب عملية تخمين الهان هاي الصيغة العامة مال كل الأسئلة الخاصة بالبوليفيت والبوليفال كل مهنة لك راح يعطيني قيم اكس والواي يحولن هاي القيم المن إلى أقرب بولينوميالز عن طريق البوليفيت وراها أطبق بهاي الكويفيشينت الخاصة من هاي الكويفيشينت الخاصة من هاي الخطوة أدخل عليها أقوم أقوم بعملة حساب قيمة الدالة بالاعتماد على هاي الكويفيشينت وراح أسوي عملية تخمين المن للبيانات لو نجي على اكسرسايز ثري هي نفس الفكرة أيضا نحن ندخل قيم درجات الحرارة وهذا الجدول الآتي اللي هو البراجار دخلناهن على شكل two vectors هذا الفكتر الأول وهذا الفكتر الثاني بعد ما دخلناهن بالمطلب راح نخزنات كداتا موجودة هاي الداتا أحولها المن إلى بولينوميالز إذن لازم نحولها إلى بولينوميالز لازم نسويها fitting الشرح يكون عن طريق إعاز البوليفيت من البوليفيت نحن نجي كتبنا هذا البوليفيت بهالشكل حاله لما كتبنا بهالشكل هذا معناتها أنا إذا أسوي عملية fitting للVP والtemperature لبولينوميالز من الدرجة الرابعة زين تحولت إن من حصن على P P هو يمثل لي الcoefficient ما المنمار هاي البولينوميالز اللي أنا انفرضتها زين ولما كملت هاي الخطوة جهزتها هو شان عنده بالسؤال calculate the fiber pressures then وين T ساوين P disintegrate إذن معناتها بما أنه calculate the fiber pressures يعني معناتها يحسب لي قيمة الدال بالاعتماد علي من على coefficient يا coefficient اللي بتوني حصلتها إذن كل ما هنالك أستخدم الإعاز هو الآتي ال polyval P اللي هو يمثل ل coefficient غير P اللي هو يمثل ل coefficient ويريد القيمة المقابلة اللي هي P اللي هي مقابلة إلى قيمة المية إذا أنا أعطي مية راح تطلع لي القيمة المقابلة إليها بالاعتماد على هاي الطريقة راح نحصل على القيمة المقابلة للمية المثال الأخير أو exercise 4 بهاي المحاضرة هو مثلا راح يجينا مثلا بهالصيغر هاي عدي بيانات كذلك يعني هاي من درجة لقيت هاي من الدرجة الثالثة شون عرفت عرفت هاي من آخر أس T أس الثلاثة إذا هي من الدرجة الثالثة إذا اكتب أول شي T وال CP وراء ما كتبت T وال CP استخدم Polyfit بعد ما كتبت خلينا نجرب نحلها Exercise 2 باستخدام MATLAB أول شي ترجمنا T وال CP يعني إلى Two Vectors هاي Two Vectors دخلنا ها للمATLAB بطريقتنا العادية بعد ذلك نحاول نسوي عملية محاكاة الهاية لهذه البيانات لتحويلها إلى Polynomials نريد نشوف بالسؤال ما مكتوب يسوي fitting هاي الديات إلى Polynomials من درجة معينة بس اش لقينا مكتوب مثلا سبيل الاختيار الأول fit the following data المن إلى الدال الآتي الى functions الآتي اللي هي CP سونا A زاد B T زاد C T تربية زاد D 3 يعني معناتها هنا نحط ببالنا لما أسوي polyfit بهاي الحالة البيانات هي نفس التي دخلتها و استخدم 3 هذه من لماذا استخدمتها لان انا اساسا الدالة التي لم يقال لي بصورة صريحة هو من الدرجة الثالثة وان ما كاتب لي يقول لي نفس الدالة الآتي التي هي من الدرجة الثالثة بعد ذلك وراء ما نفذنا ستطلعت عدي الكو افشنط الخاص بالبيانات مالتي العدد هنا هي 4 يعني معنات هل هي اختار لدرجة الثالثة افشنط نحس عليما على شطر الثاني من السؤال مالتنا ومن ثم بالفقرة الثانية احسب كمية الحرارة زيادة درجة الحرارة بمقدار 150 مول علي من على آور من بخار الأمونية من الصفر المن إلى الميت شين درجة حرارية درجة مئوية اذا كنت تعلم يقول اذا كنت تعلم هاي الكو هو عبارة عن تكامل من TN إلى Tout المل CP DT اذا احنا بحلنا المثل هاي سؤال اول شي اول مرحلة الاولى دخلنا القيم مالتنا مالتنا هاي دخلنا القيم مالتنا هذا الماثلاب برنامج الماثلاب دخلنا القيم X و Y اللي هي T و CP وراها قتلة من الدرجة الثالثة قدنا نطبق عليها البوليفيت على البيانات مالتنا المدخلة من الدرجة الثالثة زيادة درجة الحرارة بمقدار 150 مول علي من على الساعة يعني معناتها الان ما تشك ما ستكون هي 150 مول درجة الحرارة مالتنا ستعرف دالة هاي الدالة بالاعتماد على SYMS اللي حدناها بالمحاضرة الأولى تذكرون الSYMS أعرف هاي الدالة ش سوي اخذ بالاعتماد علي المعادلة مالتي المعادلة مالتي هي من الدرجة الثالثة لذلك راح تكون P4 P3 T P2 T تربية P1 T تكعيب يعني هاي معناتها كأن من الحد العدد الصحيح المن الى X 6000 هاي صارت عندي CPF جاهزة بما صارت عندي CPF جاهزة كل ما هناك أشياء أقول الـ Q يساوي int على مو شنو هذا على التكامل الموجود بالسؤال بالفقرة الثانية من الصفر المن الى المتية فأنا بالنسبة لي لازم المفروض أدخل الـ N ودخل SY M S T وعرف CPF وعرف Integrations عن طريق دالة INT ورح يطلع عندي الناتج بكل سهولة وبكل بساطة ما عندي اي اشكال بحال مثل هيش نوع من الاسئلة فاش راح يصير عندي راح ي مراجعة بسيطة مثل هذا السؤال كل ما هناك دخلت القيم مالك ن دخلت القيم مالك سويت لها Fitting للData بالاعتبال على T والCP وحولت المن الى Dala Multi ووراها دخلت الدالة على كتبت الدالة على شكل صيغة ال polynomial من الدرجة الثالثة طبقت الانتج على هاي الدالة وصار مثل نقول خاصة على المناتج المطلوب وبها تكون انتهت محاضرتنا لهاليوم وانشاء الله ايد من عدكم تحلون كل التمارين الموجودة اللي هي شبيهة ب Exercise 1 Exercise 2 3 4 وانشاء الله التوفيق للجميع في امان الله اشتركوا في القناة